عالم افتراضي يعيش مع اناس مموجودين معه في نفس البلد وفي نفس المنطقة وفي نفس البيت بمعنى اني انا اقدر اعيش مع اناس في المملكة العربية السعودية اجلس معهم في غرفة واحدة وممكن ان نخرج مع بعض وممكن ان نذهب مع بعض ومدير شركة الفيسبوك ذكر بان حتى موضوع الملامسة ممكن يعني لكن شيء افتراضي يعني مو شيء حقيقي افتراضي لكن يكونوا موجودين معاك يعني هذه هي التقنية باختصار طبعا هذه التقنية رغم انها ممكن في ناس يشوفونها زينة لكن رغم انك تشوف فيها ايجابيات كثيرة لكن انا اعتقد اعتقاد جازم بانها باب من ابواب الشرور الذي سينفتح على الامة الانسان الذي رح يتعامل مع الميتافيرس ويتعامل في هذه التقنية رح ينقطع انقطاع كلي عن واقعه وعن حياته بمعنى ان ممكن الاسرة في البيت الواحد مايكل من بعض ولا يشوفون بعض مدة طويلة وارد الشي هذا ممكن ان تصير انقطاعات عائلية كبيرة جدا كل شخص عايش بعالمها الافتراضي فتلقى الولد عايش بعالمها الافتراضي وتلقى الولد الثاني او البنت عايش بعالمها الافتراضي وكل واحد عايش بعالمها الافتراضي الخطير في الموضوع ان موضوع الخلوة بين الرجل والمرأة متحقق في هذه التقنية يعني انت شايف الى اي كارثة متوجهين هذه التقنية راح نقوم بها طيب ما هو الحل يعني شنو نسوي على اساس نقدر انتفادة مثل هذا الموضوع طبعا الميتافيرس ممكن ان تستخدم نظارات مبدئيا لكن انا ذكرت في روايتي لغز بغداد توقعت انها ما راح تكون في نظارات البداية راح تكون في نظارات لكن المستقبل راح تكون في شرائح داخل الرأس والانسان يعيش في عالمها الافتراضي منقطع تماما عن واقعه منقطع تماما عن بيته عن اهله عن اسرة انقطاع كلي وعايش في عالم افتراضي مع اناس مموجودين في واقعه ولكن موجودين في عالم اهل افتراضي طيب شنو الحل وكيف نقدر نواجه مثل هذه التقنية اللي ممكنها ستعمم على العالم خلال السنة او السنتين القادمة شنو نقدر نسوي اسمع انا واحد من الناس عندي عالم اطمح اليه وكما قال الشيخ الالباني رحمة الله عليه اقيم دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم انا اطمح بان احقق عالما واقعيا هذا العالم يكون تماما بالضبط كالعالم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة النبوية وهي المدينة النبوية تخيل لو نقدر نعيد حياة وطبيعة وتعاليم واسلوب حياة وكل ما يتعلق في الحياة في المدينة النبوية نقدر نطبقه ونعممه في زماننا اليوم الموضوع مبدا كالصعوبة نقدر لكن اذا تظافرنا واذا وحدنا الصفوف في ظل هذه الهجمة لا تظن ان الموضوع صعب وكوننا مسلمين ما يصير ان ننقطع عن العالم وان ننحقق مثلا مفاهيم مختلفة عن العالم لا تقولي صعب ان ننقطع عن العالم وهذه القيود اللي قاعدنا ضعها على عقولنا لا مو صعب ان ننقطع عن العالم وسهلا ان ننقطع دول منقطع عن العالم وعايشة احسن عيشة متقدمة بشكل جدا كوريا الشمالية اخي منقطع عن العالم منقطع كلي وغير كوريا دول كثيرة وداخل هذه الدول هناك مناطق كثيرة منقطعة عن العالم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أكثر من مئة مليون ما عندهم جواز سفر أصلا ولا يدرون أصلا أن في دول خارج أمريكا ففي ناس منقطعة كثيرة عن العالم وعايشة حياتها بأحسن ما يمكن لذلك من ضمن الأمور التي أطمح إليها والتي أطمح إليها هو إذا كانوا يريدون عالم افتراضي يعزز الإلحاد والإباحية أنا أريد عالم افتراضي يعزز الإسلام ويعزز العقيدة ويعزز العبادات والأخلاق ونقعد نبني نفسنا ونوصي نفسنا على الحق مع بعض نكون مع بعض لكن مو من خلال الميتافيرز أو غيرها من خلال تفاصلنا هذا تواصل الاجتماع العادي سناب، تويتر، تويتر وسناب وغيرها من هذه البرامج واليوتيوب نجلس مع بعض وننقطع عن العالم الخارجي انقطاع كامل ونبدأ نكون في دائرة نحن نضعها ونحن نحدد هذه الدائرة ونبدأ نتلقى علومنا ونبدأ نتلقى مفاهيمنا ونبدأ نتلقى ثقافتنا ونبدأ نتلقى كل ما نريد أن نتلقاه من خلال هذا التواصل اللي يكون بيننا ففي النهاية اش راح نسوي؟ راح نسوي عالم خاص فينا لكن بمفاهيمنا وبتعاليمنا ونستطيع أن نقيم المدينة النبوية من خلال التواصل الاجتماعي فنكون صفا واحدا ونكون يدا واحدة ونكون شعب واحد في هذه الدولة الجديدة وهي الدولة النبوية أو ثقافة الدولة النبوية في ذلك الوقت لا يمكن يستحيل أنك تتصدى إلى العالم القادم وإلى ما سيأتي من العالم إلا من خلال هذا أو هذه التجربة اللي قاعدة أذكرها لك لذلك الفترة القادمة من وجهة نظري هي أشد فترة محتاجين فيها الأمرين أشد فترة محتاجين فيها الأمرين الأمر الأول محتاجين أن نعلن ونفتخر ونرفع رؤوسنا بأننا مسلمين هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية أن نكون على تواصل قوي جدا فيما بيننا بحيث أن نعيد مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في بداية هجرته أول قرار اتخذه آخة بين المهاجرين والأنصر المؤاخات اليوم محتاجين للمؤاخات محتاجين أن نكون على تواصل دائم محتاجين أن نكون متواصلين مع بعض محتاجين أن نكون تعلم مع بعض محتاجين أن نكون نوصي بعضنا على بعض محتاجين أن نكون يد واحدة شعب واحد أسرة واحدة في مواجهة هذا التمرد العظيم على الوحي وعلى مراد الله تبارك وتعالى السلام عليكم